حلقتنا النهاردة هتكون عن كلية مظلومة جدا كلية في الغالب وقبل التنسيق بيبقى الكل خايف منها وبيبقى قاعد يدعي ربنا يا رب ما تجليش في التنسيق بتاعي بس يمكن بعد الحلقة دي وبعد ما تعرفها على حقيقتها تبدأ تدعي ربنا انها يا رب تجي لك الرغبة الاولى كلامنا النهاردة عن كلية الفلوس والضرائب والبنوك او زي ما بيسموها كلية الشعب حلقتنا النهاردة عن كلية التجارة تابعي الحلقة للنهاية عشان تعرف اكتر انا طارق صادق وانت منوارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكم فيديو جديد معاكم طارق صادق النهاردة حلقة جديدة من حلقات اعرف كليتك وكلامنا النهاردة عن كلية الشعب كلية التجارة فيلا بينا من ضيقش وقت انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكراب لو انت مش متابعني ومتنساش تسيب كومنت حلو تشجعني بيه ولو عندك اي سؤال بخصول كلية دي او كليات تانية او عايزنا نعمل حلقات عن كليات تانية سابحتها تحت في الكومنتات teaching each one اول حاجة انت محتاج تقرافه عن كلية الشعب وكلية التجارة هي انها فعلا كلية الشعب بيتاخد من كل حاجة بيلان او علم الياضه ويتاخد بتاع علم علوم ويتاخد خريج ادبي يعني مهما كانت الشعبة التي قد تدرس فيها فانت تنفع تخش كلية التجارة وكمان الكلية دي بتاخد انتظام وبتاخد انتساب ولو انت شفت الحلقة التي بدت حد كليت حقوق وهي سوف قريب ciel تعتott ا sticking with the description لكن المجموعه اعلى يعني انك كواحد ج ghab مجموعه اتيت مترح فتدفع مصاريف قليلة لكن انتها ودخل الكلية انتساب ستدفيم اdriven 처�소를 y开 فضع مصاريف اكثر وفي كلية التجارة في فرق بسيط م بين طالب انتساب وانتساب هو ان طالب انتساب في الخلال به يقدر ساكاشن اما طالب انتساب لا يقدر filmed five im use zips to naj Bienmaz كانت مرحلة احد مأ في التنسيقات محدش عارف الدنيا هتمشي ازاي بصراحة وكمان طالب انتظام مسموح له انه يدخل كل الاقسام اما طالب انتساب ففيه اقسام معينة ما يقدرش يدخلها زي قسم اكتواري وده لسه نتكلم عنه بعدين في اخر الحلقة كلية تجارة موجود منها ثلاث لغات وهم العربي والانجليزي والفرنسي زيها زي كلية حقوق اللي تكلمنا عنها في الحلقة اللي فادى كليات تجارة عربي موجودة في كل الجامعات وبرد انجليزي موجودة في كل الجامعات اما بقى تجارة فرنسي فامش موجودة في كله وفي الغالب هي موجودة في عين شمس وفي اسكندرية تجارة عربي ممكن تدخلها لو انت إنتظام او حتى انتساب اما انجليزي وفرنسي وبرده في الغالب بتاخد طالب انتظام بس بس عشان اكون دقيق في بعض الجامعات بتقبل بانتساب عادي في انجليزي او فرنسي فما تخافش اسأل الاول في الجامعة بتاعتك هل موجود فيها انجليزي الانتساب ولا لا وتوكل على الله في بقى شروط معينة في انجليزي وفرنسي لازم تكون فيه زي اساسي كده انت داخل طالب تكون انجليزي او فرنسي فلازم مجموعك في اللغة دي يعني مثلا في قسم انجليزي في قسم يعني التجارة انجليزي ساعات بيقولولك لازم تكون جايب مثلا 40 من 50 45 من 50 46 من 50 39 من 50 بتختلف من سنة لسنة وحسب المجميع لو انت مجميع الانجليزي السنة دي قليلة فبالتالي الشرط ده بيكون قليل لو هي كتير فبتكون كتير فهي بتختلف من سنة للتانية وفي قسم فرنسي نفس الكلام بس على اللغة الفرنسية درقتك في اللغة الفرنسية وفي جامعات بتعمل حاجة اسمها المجموع الاعتباري وده بيبقى عبارة عن مجموعك الكل في السنوية العامة زائد مجموع اللغة بتاعتك يعني لو انت مثلا داخل تجارة انجليزي فمجموعك في السنوية العامة زائد مجموعك في الانجليزي يعني مثلا هم يقولوا الدخول عندنا مثلا في المجموع الاعتباري لازم تكون جايب مجموع اعتباري 360 انت مثلا جايب في السنوية العامة 340 مجموع كلي وجايب مثلا 40 في الانجليزي ف340 زائد 40 يبقى انت جايب 380 فكده يبقى انت جايب المجموع الاعتباري وزيادة فتفضل ادخل تجارة اما لو انت جايب اقل فهوكم ما تدخلش وفي سنين ما بيعملوش اصلا المجموع الاعتباري ده وبيدخلوا كل الناس عادي فما تقلاش اهم حاجة مجموعك بس في اللغة بتاعتك لو انت داخل انجليزي او داخل فرنسي وطبعا مش محتاج ان اقولك ان مصاريف انجليزي اكتر من مصاريف عربي ومصاريف فرنسي اكتر من انجليزي واكتر من عربي في اتجارة عربي في الغالب الكتب بتاعتك بتبقى الدكاترة هي اللي عاملها اما في انجليزي او فرنسي ففي الغالب بتبقى مصادر خارجية هما مجمعينها في الكتاب وجايبينها لك وبرضو ساعات في عربي بردو بيبقى في مصادر خارجية بس يعني ده نظام الكتب اللي بتجيلك بتبقى عاملة ازاي وطبعا مش محتاج اقولك انك في التجارة انجليش بتدرس بالانجليش وتجارة فرنسي بتدرس بالفرنسي يعني دي بداهيات اما انت بقى لو جيت تسألني عن الغالب اللي هي الشكل اللي بتحصل دايما تجارة عربي يا طارق ولا تجارة انجليزي فهقولك تابع الحلقة للنهاية وهقولك رأيي الشخصي في الموضوع ده عن تجارب وناس قابلتهم في حياتي وطالما انت كده كده لسه متابع معايا انزل الوقت تعمل لايك وسبسكرايب شكلك لسه ما عملتش لايك والله شكلك لسه ما عملتش لايك في الفيديو انزل اعمل لايك طبعا مش بزعقلك انا بحبك طبعا وانت عارف الكلية اربع سنين وبتتخرج منها بدرجة البكاليريوس طب بدرس ايه في الكلية دي يا طارق بديدرس حاجات كتير زي المحاسبة وفروعها ادارة الاعمال وفروعها التأمين وفروعه الاقتصاد وفروعه والاحصى والرياضة والقانون ودي مواد الغالب بيدرسها كلها قبل التخصص طب معلش يا طارق سؤال كده في النص هل انا لازم اكون شاطر في الرياضيات يعني انا كنت اصلا طالب في الرياضيات حلو وشاطر في سنوية عامة وكده هقولك لا لو كانت كده كان هيقولك ان الكلية لطالب علم رياضة بس لكن هو بسمح بدخول علم علوم وبدخول ادبي رغم ان دول مكنوش متخصصين او في الرياضيات زي طالب علم رياضة في الكلية انت ممكن تقابل رياضيات زي اللي كنت بتدرسها في سنوية عامة لكن برضو هتدرس حاجات تانية زي رياضة اعمال ودي حاجات اول مرة تاخدها فكلكم هتتسوي فيها حاجة انت فعلا مخداش في سنوية عامة ومعندكش اي خبرة فيها هتبدأ تتعلمها وتتأسس فيها خلال دراستك في الكلية فما تقلقش خالص من فكرة لو انت ما كنتش بتدرس رياضيات في سنوية عامة او شغوف بيها هل هيفرق معاك في تجارة ولا لا لا انت هتدخل وهتبدأ بص هو دعم متن في كل الكلية انت بتدخل عندك معلومات بسيطة وبتدخل في الجامعة بتلاقي معلومات اوسع انا مثلا كطالب انجليزي في اداب انجليزي معلوماتي في الانجليزي في سنوية عامة مش كيفية ان انا بقى شاطر في الجامعة بندخل وبندرس حاجات تانية وممكن تلاقي ناس ما كانتش شاطرة خالص في سنوية عامة دخلت الكليات بداعتها وابدعت بسبب معلوماتها في الجامعة اللي بدأت تطورها طيب سؤال مهم بقى يا طارق ايه الاقسام والتخصصات اللي موجودة في كلية التجارة وبتخصص من امتى اشهر قسمين موجودين في كلية التجارة وموجودين في كل الجامعات هم قسم محاسبة وقسمة ادارة الاعمال اغلب الجامعات بتفضل تدرس 3 سنين وفي السنة الرابعة بتتخصص فيهم طيب دول اغشهر قسمين عندنا ايه بقى بقى الاقسام اللي موجودة في كلية التجارة عند قسم مثلا زي الاقتصاد والتجارة الخارجية وموجود بس في جامعة حلوان وخلي بالك القسم ده مهم جدا لأي حد كان نفسه يدخل كلية سياسة واقتصاد بديل كويس جدا بل انه اصلا قبل كلية سياسة واقتصاد وحتى اول ما فتحت سياسة واقتصاد في اسكندرية كان اغلب الدكاترة اللي كانوا شغالين هناك كانوا خارجين من التجارة في القسم ده وطبعا من اسمه انت بتدرس فيه اقتصاد وعندك قسم اسمه ادارة الاعمال ونظم المعلومات القسم ده بتكون مصاريفه زيادة حبتين وبتتخصص فيه من اول يوم يعني انت بتكون في الاربع سنين تخصص في القسم ده وهو موجود في اربع اماكن بس في مصر هم حلوان واسكندرية والقاهرة وطنطة في قسم بقى نادل لو انت سمعت عنه ومش معروف اوي لكنه مهم جدا القسم ده اسمه قسم اكتواري يا عم كلمنا عربي يا عم اكتواري ايه وبتاع ايه كلمنا عربي بكل سهولة هو علم تخمين المخاطر يعني انت بتبقى قاعد كده في البورصة وبتدرس السهم اللي طالع والسهم اللي نازل وايه المخاطر اللي ممكن تحصل تبع بيع ولا اشتري انت بكل بساطة بتدرس البيانات اللي عندك وبتقعد تقول ايه المخاطر اللي ممكن تواجهك وايه الحلول اللي ممكن نعملها علشان نقلل نسبة الخسائر دي وطبعا مش محتاج اقولك ان القسم زي ده مهم جدا وبالتالي فلوسه حلو قوي القسم ده موجود في مكانين بس وهي جامعة القاهرة والجامعة الامريكية نجي بقى الاهم حاجة عندنا ايه مجالات الشغل اللي ممكن اشتغلها من كلية التجارة ورقة وقلم واكتبي ورايا ست الكل تشتغل في المحاسبة تشتغل في البنوك تشتغل في الدرايب وتشتغل في الموارد البشرية يعني تكون مسؤول HR وتقدر كمان تشتغل في التسويق وتشتغل في البورصة وتقدر تشتغل اخصاء اقتصادي وتشتغل في الاستراد والتصدير تقريبا كده اغلب الحاجات اللي حوالينا بتحتاج خريجي كلية التجارة من جميع اقسمها وعشان كده بقولك ان الكلية مهمة جدا ويشيل اي فكرة وحشة انت حطتها في دماغك عن الكلية دي وحقيقي اقسملك بالله انا اغلب الوظيف اللي بتقابلني في حياتي بلاقي مكتوب فيها مطلوب خريجي كلية التجارة تجارة عربي ولا تجارة انجليزي بص زي ما قلتها لكم قبل كده في حالة فاتت اللي هي ازاي تستغل فترة الكلية صح انصحكم تروحوا تشوفها لانها حلقة مهمة جدا هحاول اسبها لكم تحلي في الدسكريبشن انت اللي بتقرر خلال فترة تعليمك في الكلية هل هتشتغل ولا لا سواء بقى كنت انجليزي عربي فرنساوي ايا كانت اللغة انت اللي بتحدد هل انا هشتغل ولا لا ما انا ممكن ادخل قسم تجارة انجليزي بس انا اتخرج من الشاطر وممكن ادخل قسم تجارة عربي واخد كورسات انجليزي واخرج شاطر جدا واشتغل فبكل اختصار هي بتعتمد عليك انت هل انت ناوي تشد حيلك في الدراسة دي ولا لا وبص بصراحة لو انت دخلت تجارة عربي بعد كده رحت صرفت فلوس زيادة في كورسات علشان تاخد المحتوى الاجنبي او الانجليزي ده ممكن تتساوي او تعدي بتاع تجارة انجليزي لان تجارة انجليزي هو دفع مصاريف زيادة فبتجيله في الكلية احنا في الغالب وخلينا متفقين الحاجة اللي بتجيلنا في الكلية او في المدرسة مش بنبقى مهتمين بها قوي بنلعب بنروح الكافيترية بنخرج ايا كان لكن الحاجة اللي احنا دفعين فيها ارش حقيقي وبنروح نحضر في كورسات وكده بتحس باهمية الارش اللي انت دفع فبتحاول ما تضيعوش في الفاضي ففي الغالب بتلاقي طالب تجارة عربي اللي بيرح ياخد كورسات مهتم جدا انه يكون شاطر هل ده تقليل من تجارة انجليزي؟ لا خالص بتاع تجارة انجليزي ممكن يدخل ويبقى شاطر في المجال بتاعه ويتخرج يوفر على نفسه كل الكورسات اللي كان هياخدها وينطلق على طول في سوق العمل فبكل اختصار عربي انجليزي كله محصل بعضه لو انت تعبت واكتهدت عشان تشتغل اما لو انت متعبتش وما اكتهدتش عشان تشتغل فانت عمرك ما هتشتغل فقرار عربي ولا انجليزي ده انت شوف انت هتبقى معاه ازاي والفلوس اللي معاك عاملة ايه هل هتنفع ولا ما هتنفعش بس اعرف انك لو اكتهدت هتشتغل ما اكتهدتش مش هتشتغل وبس كده يا سيدي تكون خلصت حلقات النهاردة اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتكون فادتكم تابعوا الحلقات اللي فاتت عن الكليات اللي تكلمنا عنها في سلسلة اعرف كليتك ولسه في كليات تانية هتكلم عنها سيبولي تحت في الكومنتات انتو عايزين نتكلم عن كليات ايه اتمنى تكون الحلقة عجبتكم كان معاكم طريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته